يا اهلا بالفيلموية انهاردة انحكي لكم قصة فيلم اكشن كوميدي عن مصصين الدماء والفيلم اسمه فامباير اكاديمي لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان يوصلك كل فيديوهاتنا جديدة بيبدأ فيلمنا بعربية ماشية في الشارع وراكب فيها ناس من عائلة اسمها دراجو مير وفجأة عربية تانية بتخبطهم علشان تصحى الروز وتكتشف انها ما كانتش مغطيها كويس وبتحلم بتروح المستشفى تتطمن على صاحبتها ليزا اللي كانت بتحلم بيها عن طريق تورد الافكار وبنعرف ان الحلم ده حدثة تعرضت لها عائلتها ليزا بيبن عليها افتنى وعايزة تهكل صاحبتها روز بتروح المطبخ تجيب لها حاجة تاكلها بس ليزا بتعضيها من رقبتها وبتمص دمها ساعتها روز بتشوف حد كان بيتفرج عليهم من الشباك بيخرجوا من البيت وبيكتشفوا ان في حد مطردهم روز ساعتها راح تمولع المتسكل فيهم وقتلتهم بعدها بيظهر واحد ويقول انا اسمي ديمتري ويقولهم ان تهربتوا من سنة من الاكاديمية ولازم ترجع مرة تانية بتحاول روز تيجم عليه بس هو بيخدرها وياخدها هي وصحبتها الاكاديمية واللي بيعملوا فيها ناس مصاصين دماء بتصحى روز في العربية وبنعرف انها نص مصاص دماء ونص بشر وهدفها انها تحمل بشر من هجوم مصاصين الدماء ولما بيوصلوا لاكاديمية بيهجم عليهم ناس مصاصين دماء ديمتري بينزل من العربية ويقولهم خليكم جوه وينزلية الكل اللي بيهجم عليهم بس روز بتعرف تفتح الباب وتنزل هي كمان وبيهجم عليهم نوع من انواع مصاصين الدماء اسم ستروجاي والمفروض ان ده اسوأ نوع من مصاصين الدماء بس بيقدر الامن اللي موجود انه ينتقم منهم في الاكاديمية دينه عين من الطلاب النوع الاول هو دامبيرز وده بيتعلم فنون قتال والنوع الثاني موروي وده بيتعلم ساحر مدرين الكلية من 12 عائلة ملكية وليزا تعتبر فرد من عائلة من عائلات دول وده معناه انها ممكن تكون قائدة في يوم الايام ليزا ساعتها بتشوف حبيبها الاديم الاكس بتاعها واللي اسمه اارون مع بيت كده اسمها مية بتروح ليزا وروز للمديرة اللي اسمها كيروفا وبتهزقهم على هربهم الكلية علشان ساعتها يدخل الامير داشكوف وبيطلب ساعتها من كيروفا انها ما تعقبهمش على اللي عملوه كيروفا بتسألهم هربتوا ليه روز بتقولها ليزا حست بامان وهي بر الكلية ليزا ساعتها بتوجه سؤال ريخم لكيروفا والامير داشكوف بيقول لكيروفا ان ليزا تستحق تبقى من لايوريس قدرت الكلية كيروفا ساعتها هددتها وقالت لها انها هتطردها من الكلية علشان تسقط من عليها الورث بس ديمتري وضح لكيروفا وقال لها خلي بالك هي وروز بيعرفوا يتراوضوا الافكار مع بعض ليزا ساعتها بتستخدم قدراتها وبتغير وجهة نظر كيروفا في الموضوع وانهم يفضلوا في الكلية وبعدين روز بتفتكر ذكريات زمان لما ليزا ساعتها تكتشف موهبتها بالنار والمية وبتتبسط ساعتها قوي وبتفتكر كمان ان وقتها ظهرت كرب وتقول ليزا ما تزعلش انك لحد دلوقتي ما عرفتش موهبتك ايه تاني يوم مية كانت بتتارية على ليزا لما كان ايرون بيتكلم معها اما روز انضمت مع ماسون وشلته علشان تتعلم الدفاع عن النفس بيحصل تورد افكار مع ليزا وشافتها بتدخل الكنيسة وتقابل كريستيان وبيقول لها ان ابو امه حولوا نفسهم لنوع استيروجاي اللي قلنا عليه انه اسوأ نوع من انواع مصصين الدماغ وبيقول لها ابوكي وامك لما ماتوا الكل زعل عليهم وانا الكل فرح لما ابو يا امي ماتوا بعدها سألها انت كنت بتمص دم مين وانت برك كلية اكيد دم روز صح وساعتها بتفوق روز من تورد الافكار وتروح مع ديمتري وبيوصلوا لكفاتيريك كلية وهناك ليزا بتشوف اللي هتتغزى على دمها وبتبدأ تمص الدم منها اما روز بتقابل داشكوف في مكان الانتظار وبيقول لها ليزا عرفت تعمل سحر ولا لسه بس هي بتقول له مين كرب دي ما بيجاوبش عليها ويقول لها لهنك دي اسمها ناتالي وانا نفسي انك تحميها في الكنيسة ليزا وناتالي بيقابلوا جيسي اللي روز بتكراش عليه اما ناتالي بتكراش على راي ومعرفش بصراحة الجماعة دول جاني يتعلموا ولا جاني انتموا اه روز بتفتكر كرب وهي بتقول نفس كلام الاستيس في الكنيسة وبتقول عليه كمان انها عايزة تساعد ليزا وقتها بيحصل انفجار شديد بوم وكله بيجري شوفي ايه وبيلاقي النصب التذكاري لعيلة ليزا تدمرت ومكتوب عليه امشي وقالها تموتي كيروفا ساعتها بتظهر وتطلب من كل شخص يرجع عدته مرة تانية روز بتطلب من جيسي يتقابله وفي مرة كان عايز يتغذى عليها بس هي بترفض بيحاول معها مرة تانية بس ديمتري بيجي في الوقت المناسب بعدها بتيجي رؤية كده لروز انها بتشوف ليزا بتخرج من قوضتها وفوق القوضة تعلب مقتول ليزا بتقول لروز حاولتها رجع له حياته بس الوقت اتاخر ومعرفتش ولما روز جات تخرج لعت كيروفا دخلة ومعها مهدق لليزا حاولت توقفها بس ديمتري منع روز من كده وقال لها هنزود الحرص عليها روز بتقوله المرة الجاية لازم تعلمني ازاي حرب ودفع عن نفسي تاني يوم مية بتحاول تسخر من ليزا وبعتت رسالة للمدرس واراه بصوت عالي كده وكان مكتوب فيها ان ليزا كانت بتمص دم روز وهي بر الكلية وبردو ريي وجيسي كانوا بيتكلموا عن روز ووقتها في نار ولعت في ريي المدرس ساعتها بيعرف ان كريستيان هو اللي عمل كده وعلى طول بيبعاته لمديرة بعد المحاضرة ماسهم قابل روز وبيقول لها اللي بينك وبين جيسي بالزبط بس روز ساعتها بتصده وتقوله والله العظيم يا عمنا ما فيق قالك وبتحول تشوف ليزا فين وبتلاقيها مع كريستيان من تاني وساعتها بتشتغل موسيقى معناها ان الملكة تاتيانا جاية والطلاب كلهم بيتجمعوا في قاعة المؤتمرات وبتسألهم الملكة عن الاميرة ليزا الملكة بتقولها انت دمك احسن دم في موروي بس تصرفاتك بتنتي مش عجباني تاني يوم روز ونتالي بيروحوا لقضة ليزا ويلوى عليها رسالة بالدم وروز بتقول لي ناتالي دوء الدم كده ويعرفي ده دم مين وحاجة بصراحة كده قمة الياء اه بتقولها ده دم من نوع موروي ليزا بتقولهم انا مش هسيب الكلية مهما تهدت وانا شكها في مية واصلا مية دي بترخمة وحط نرق من نقري كده اما روز بتقولها احنا لازم نركز على تصرفات كارب روز ساعتها بتواجه ليزا وتقولها انا مش عارف ايه اللي رميكي على الواد كريستيان ده بس ليزا بتقولها بطالة تتعبي نفسك وانا اعرف مين اللي ورا الحاجات دي روز بتمشي زعلانة وتلاقي كريستيان قدامها وتطلع كل غضبها فيه وتقول له ليزا مش بتحبك وانطر بقى وانروح لتاني يوم ويلاقي روز مع ديمتري علشان يعلمها القتال ويقولها شعاع الشمس والفضة هم سلاحي ويعلمها شوية ويقولها انت ممكن كده تقتلي اي حد في ستروجوي روز بتشوف ليزا بتتكلم مع واحدة من صحبات مية وبتستخدم قدراتها في تشتيت الفكر وتقناعها تيجي تذاكر معاها هي وصحبتها علشان برضو تستخدم نفس الطريقة على واحد من صحاب مية وده علشان تجمع شوية معلومات عنها روز وناتالي كانوا وعدين بيقلبوا في اللاب بتاع مية اما ليزا بتجهز نفسها علشان تروح تذاكر بيلاقوا صور لمية واخه ليزا ويقال انه خانها علشان كده هي كره الدم عائلة دراجو مير وهنا روز بتلاقي مسون وبيقولها جيسي وري حطين ضماضات على درعتهم حتى ان مية نفسها عندها نفس الضماضة وبتقابل كيروفا في الوقت ده روز بتقول انا ادخل مكتب كيروفا يمكن الاقي اي معلومات مهمة كده وكانت في حص التعليم مع ديمتري وسألته ساعتها عن كارب بس ما راضش عليها بحاجة مفيدة روز بتدخل مكتب كيروفا وبتلاقي اسطوانة ولما بتشغلها بتلاقي عليها فيديوهات لي كارب ومن ضمن محتواها انها بتقول ان اللي معرفتش قدراتها في السحر لحد دلوقتي تعتبر من نوع اللي بحب الظلمة روز ساعتها بتجلها رؤية لكابوس ليزا لما جالها ايرون وبيطلب منها الجواز وهاجم عليها كريستيان وحولها لسترو جوي حتى انها هاجمت على روز وصحيت بعدها من الحلم على طول والتاني يوم ليزا كانت قاعدة مع ايرون اما روز كانت لوحدها وشافت مية بتعيط وكريستيان ساعتها كان متضايق من ليزا لانها كانت وافة مع ايرون نتالي بتقولي روز عن حفلة تتعمل لليزا وده لان الكل بقى بيحبها وده طبعا بعد ما كرهيتهم بأسلوبها في مية روز بتمشي من الحفلة وليزا بتخرج وراها وكانوا بيتخنقوا ويزعاوا البعض كده وظهرت نتالي فجأة وقالت انا في حد بيجري وراي فعلا كان في مخلوب يجري وراهم ولما وصلوا الحوش ليزا شافت شنطتها وجوها قطة ميتة بتحاول ليزا تنقذها بس بيغم عليها وروز ساعتها بتفتكر كلام مع كارب بتقولها ان كل ما ليزا تستخدم سحرها ده هيدرها اكتر وهي لازم تستخدمه ضد مستصين الدماء بس بعد كده روز بتتكلم مع مديرين الكلية وتقولهم انا رجعت لذاكرتي تاني وافتكرت الكلام لكارب قالته زمان علشان كده هربت انا وليزا من هنا معلم من المعلمين علها يعني لذا بترجع الاموات روز قالت بترجع اللي على وشك الموت خلاص كيروفا بتقولها اصلا دي بتقول انها تقدر تغير اقتناع اي شخص وانا بصراحة ومش مسدق الكلام ده ساعتها روز بتطلب منها تشوف بقى فيديوهات كارب وكيروفا ساعتها بتوافق ديمتري بيقول لروز ان كارب ماتت وده لما حولت نفسها السترو جوي وكانت عايزة تعمل كده علشان تتخلص من الالم المعروف عن استرو جوي انهم ولا بيحسوا بالالم ولا بيقلقوا وكمان ما عندهمش نوع الضعف وروز ساعتها بتجيلها رؤية بتشوف فيها ليزا بتقنع كل اللي في الكلية ان كلام روز غلط ديمتري بيقول لروز اقري حبة عن القديس اللي اسمه فلاديمير ولما روز بتروح المكتبة بتلاقي كريستين هناك وبتطلب منه كتب عن فلاديمير وبيقول لها ماشي يا سادك بيعرفوا ان سحر ليزا اسم الروح وبيتكلموا عن الشخص اللي عايز يقتلها وبيحولوا يتوقعه ومين كريستين ساعتها بيقول لها نشاكك في المديرة والملكة ومية بيخرجوا من المكتبة ويحضنوا بعض وليزا ساعتها بتشوفهم كريستين بيقول لها احنا عايزين نساعدك ويبوسها كده ليزا بتقولوا انا بكرهك روز طبعا شافت الكلام ده وعرفة ان ليزا كانت بتكذب روز كانت عملة تمشي ورا ليزا تحاول تعقلها وده لحد ما وعد في حفرة ورجلها تكسرت ديمتري بيجي لها تاني يوم في المستشفى ويقول لها انت لمصابة ولا حاجة وبتعرف بعد كده ان ليزا هي لانقذتها بسبب السحر بتاعها فبتشكرة على كده كيروفا ساعتها بتشوفهم وتقول لهم انتوا هيتم عزلكم بس وقتها بتظهر ناتالي وداشكوف ناتالي بتطلب منهم يستنوا بس لحد يوم معايا كده هيكون في حفلة بيكونوا ساعتها دخلين مول ويقول لها واحد من الحرس هتعملي ايه لو استرو جوي هجم عليهم ودها كشاف اشعة فوق بنفسجية روز ساعتها بتشوف عودة عجبها ومش عارفة تشتريه بسبب سعره بس لما رجعت ناتالي قدت هولها وقالت لها ساعتها ان بابا جابولي فاخدي مش عايزاه في الحفلة ليزا بتروس مع كريستيان وماسهم بيأكد لروز ان العيال دي هي اللي كتبت كده على الحيطة وبيقولوا انهم مقتلوش القطة مية حبت راخم على ليزا وكريستيان بس روز فضحتها على عملته ضربتها حبسوا روز في قوضة وشافت رؤية الاختطاف ليزا وحاولت كيروفا تهدي روز بس روز ضربت الحونة في كيروفا بالعافية وبعدين بتروح تقول ديمتري وبيحاول يساعدها بس واعت في غرامه واكتشفت انه ده بسبب العقد في العربية بتشوف كريستيان مستخبي وبتشوف رؤية ان الداشكوف هو اللي خطفها وعايزها تعالجه وكان بيختبرها بالحيوانات وبيقول لها انا تأكدت بجد لما عليكت روز من كسر رجليها وان علاجه مش هيخف الا لما ياخد حياتها وهو احق منها بالحكم دخل عليهم ساعتها راجل اعمى وطلب انها تعالجوه ورفضت وعزبها لدرجة ان روز حست بالعذاب وبعدين وفقت وعالجته وساعتها وصلت روز بالعربية ديمتري ساعتها النزل يتخانق مع الناس وروز وكريستيان حاول يدوروا على ليزا بس بقدرتها خلت الحرس ونطم الشباك وبعدين هي بتهرب علشان تقابل برة زئاب وداشكوف كامر ايبها من الكاميرا وجاء تهرب قربت منها طيارة هليكوبتر ديمتري دخل مكتب داشكوف وقتل كل اللجواه وكريستيان بالسحر ولع في كابتن الطيارة راح داشكوف ضرب على كريستيان نار كل واحدة كانت بتضحي بحياتها قدام التانية من داشكوف وده لحد ما ديمتري هاجم عليه ووقفه بس داشكوف بيخلي الزئاب تهجم على ليزا وروز بس كريستيان ساعتها بيولع فيهم قبل ما يوصلوا ليزا عايزة تساعد كريستيان بس كان لازم تشحن وتشرب دم من روز وروز ساعتها بتوافق لما رجعوا كيروف قالت داشكوف هيتسجن وناتا لا تطرد من مدرسة كيروف قالت لروز ان داشكوف عايز يقولها حاجة مهمة بخصوص ليزا قالها ان الحادثة اللي حصلت زمان هي اللي خلت ليزا يبقى عندها سحر عادت الميتين يعني بتسافر لعالم الموتة وبترجع علماته مرة تاني كان بيحاول ساعتها يشتت انتباهها وكل الحرس عملين يموتوا وراها اكتشفت ان ناتالي بقت استروجوي وده علشان تنقذ ابوها خرجت ابوها من السجن وفضلت تضرب في روز روز عميتها بالكشاف اللي كان معاها وكانتها تقتلها بس ما لحتش طبعا عمينا دمتري جي في الوقت المناسب ولحي داشكوف وساعتها بيضربه هو وناتالي وخلص عليهم علشان تاني يوم روز بتساعد ليزا تعرف اكتر عن موهبتها وفي النهاية بنلاقي كارب معها جيش كبير جدا من استروجوي وبيهجموا على المدرسة لكن اللي حصل بعد كده ايه قصى من بالله ما عرف وفي النهاية اعزلنا المشاهدين لو عاجبك فيلم النهاردة ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده ليه؟ ده علشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل شوفكم الحلقة الجاي سلام